موسيقى الرئيس السيسي يستعرض استراتيجية التنمية في جنوب سيناء ويوجه برفع كفاءة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة على وقع أزمات وحروب وتحاديات عدة انتلقوا الاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للأمم المتحدة اليوم حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز الخمسمائة وسط موجات نزوح واسعة من الجنوب إلى بيروت وصيدا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش دشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وذكر المتحدث باسم رئاسة أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجيات التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء حيث واجه رئيس السيسي بمواصلة وتكتيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحية لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقاومات دات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة كما شدد السيد الرئيس على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكسه بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف مجالات هذا وشهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات دات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة بمدينة شرم الشيخ وجهود رفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبا وأبورديس والطورة بالإضافة إلى الوقوف على مستجدة مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصية لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية ناقش الفريق أول عبد المجيد سقر عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنصيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة دولة الفلسطينيون الرابع من يونتا 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بطر عبد العاطي بأمين عام منظمة الدول التمانية الإسلامية النامية لتعاون الاقتصادية وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعيات العامة للأمم المتحدة وجه عبد العاطي الشكر لأمين عام المنظمة على دعمه لرئاسة المصرية للمنظمة والتي بدأت في شهر مايو الماضي وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025 معربا عن التطلع لمزيد من التعاون خلال عملية التحضير للقمة المرتقبة بمصر في ديسمبر القادم ومبرزا أولويات الرئاسة المصرية التي تركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري ثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان تم تخصيص الاجتماع لبحثه مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشهد وزير الخارجية بحرص الجانب الياباني على التنسيق والتشاور مع مصر والأردن في إطار آلية التشاور الثلاثي حول مستجدات القضية الفلسطينية معربا عن تقدير مصر للموقف الياباني الداعم لحل دولتين وأكد عبد العاطي ضرورة التوصل لتفاق الوقف في إطلاق النار في غزة وفتح كافة المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق منددا بالنهج الإسرائيلي المتعنت قال وزير الخارجية بذر عبد العاطي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أحد المحاول الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية لغرفة التجارة الأمريكية بحضور كبرى الشركات الأمريكية وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل فرص الربح المتوفرة في السوق المصرية منوها بعمل مصر حاليا على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج الصناعي شركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان مستقبل مستدام للجميع الهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين وذلك ضمن فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت رانيا المشاط خلال كلمتها بالجلسة أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل مستقبل عادلة مضحة أن الأدوات التامولية التي تمتلكها البنوك التنموية متعددة للأطراف اليوم يجب أن تستخدم بطريقة تحقق أجندة المناخ والتنمية معنا مضيفة أنه من الضرورية أن تعمل المؤسسات المختلفة معنا لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة وسد الفجوات التنموية المختلفة شارك الأمين العام لجميع الدول العربية أحمد أبو الغيد في اليوم الثاني من أعمال قمة المستقبل المنعقدة بالنيورك ألقى أبو الغيد كلمة أكد فيها أن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم وأنه لم يعد يخدم أهدف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة مشيرا إلى أن المثال الأكبر على ذلك هو تواصل العدوان والإجرام الإسرائيلي لشهور على غزة دون أن يتمكن المجلس من التواصل لقرار وعندما صدر القرار لم يتمكن المجلس من إنفاذه حتى الآن كما شدد أبو الغيد أيضا خلال كلمتي على أن الأزمات الراهنة في المنطقة العربية والعالم تدفع لتعزيز واستمرار العمل مع الأمم المتحدة لمعالجة أسباب هذه الأزمات وتغيير الواقع إلى الأفضل من أجل الأجيال الجديدة تنطلق في نيويورك اليوم أعمال الجلسة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتخيم المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على أعمال هذه الدورة وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع على حزب الله في لبنان ما أصفر عن سقوط مئات القتلى كما تأتي الدورة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية على وقع أزمات وحروب وتحديات عدة تنطلق الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك وبعد يومين من قمة المستقبل التي خصصت للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم يعتلي أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة منبر القاعة العامة للأمم المتحدة وذلك خلال أسبوع تخيم عليه الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطع غزة ووفق مراقبين تتصدر قضايا الحرب والسلام مناقشات دورة هذا العام وخاصة التطورات في غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان بعد مرور عام تقريبا على بدء الحرب الإسرائيلية في قطع غزة تسود مخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة حيث خلفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عدة في لبنان مئات القتلى وألاف الجرحة في أعنف قصف جوية يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن استبقى كلمته أمام الجماية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أهمية احتواء التصعيد الأخير بالشرق الأوسط في ظل ممانعة أمريكية لأي غزو بري للبنان وسط حديث عن أفكار ملموسة ستقدمها واشنطن لشركائها هذا الأسبوع في الأمم المتحدة لتخفيف حدة الصراع الحرب الروسية الأوكرانية ستكون محل اهتمام كبير لقادة العالم خلال اجتماعات هذا العام حيث يكتمع مجلس الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة بحضور الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينسكي ووفقاً للمراقبين فإن الدبلوماسية الحقيقية لخفض التوترات العالمية ستجري خلف الكواليس عبر لقاءات دبلوماسية لمنع الوضع العالمي من الخروج عن نطاق السيطرة في وقت يرى فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن السلام يتعرض للهجوم من كل الجهات داعياً إلى وضع حد للمآسي التي تواجهها البشرية ومع انطلاق الاجتماعات السنوية داخل أروقة الأمم المتحدة وحتى نهاية دورة هذا العام تتعلق الأنظار على قادة العالم لتبني واتخاذ إجراءات جريئة لإنهاء الفضائع التي ترتكب في أسوأ الأزمات في العالم ومحاسبة المسؤولين عنها وللمزيد من المتابعة وتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير بعد التحية أبرز القضايا الدولية المطروحة على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني أبرز القضايا هتكون هي مسألة كما جاء في التقرير مسألة الحرب والسلام لأن العالم الآن يعاني من هذه الأزمات سواء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والبادئة تدخل في الشهر الأخير من العام الأول وتلقاتها الأخيرة على لبنان والتهديد بتصعيد الحرب في منطقة الشق الأوسط هذا شيء يهدد الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والسياحة وكل مصالح الدول في هذه المنطقة الحيوية أيضا الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية مستمرة ولا تحقق أي تقدم لصالح الأوكرانية أو لصالح حرف الناتو وروسيا بتحقق كل مدى استلاء على مزيد من الأراضي فكما قال المستشار الألماني شورتس لابد من مخرج حتى لو اختضى أن أوكرانيا تقبل بعض التنازلات أيضا الأزمات الأخرى في شفق الأوسط طبعا الآن الأزمة الساخنة منها هي السودان السودان دولة كبيرة لديها موارد طبيعية تكفيها أنها تكون سلة غزاء العالم العربي شعبها الآن يعاني من المجاعة ومن المرض ومن القتلة بالحرب وده بين فاصلين من الشعب نفسه فهذا قضية خطيرة تهدد وسط أفريقيا والقرن الأفريقي بحالة أيضا أزمات أخرى ستم التعرض ربما لا تكون بارزة على السطح ولكن ستكون موجودة بقوة زي القضية الفلسطينية كيفية حلها لأن حل القضية الفلسطينية سيساعد على حل الكثير من الأزمات أيضا الأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة اليمنية وغيرها من الأزمات الموجودة في مناطق أخرى هذه الأزمات التي ستعرض على الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة من وجهة ندرك ما هي فرص التوصل إلى حلول للنزاعات حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأن تكون هذه الحلول فعالة على أرض الواقع اللي نذهب بعيدا في التفاؤل هو يتم التوصل إلى تفاهمات هل هذه التفاهمات هتنرفز على أرض الواقع؟ يعني على سبيل المثال الرئيس بايدن الآن منذ يومين أو أكثر بيصرح من ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة وقف القتال وضرورة منع توسع نطاق الحرب هل الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد أن تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل لتنفيذ ما يطالب بيض رئيس بايدن؟ هل هي على استعداد لتقديم قرار لمجلس الأمن وفقا للفصل السابع؟ يكون تنفيذه وجوبيا لوقف إسرائيل عن عدوانها وتهجدها للمنطقة؟ يعني هذا هو السؤال أما أنه إبراء زمة ويقول أنه بيعمل على وقف إطلاق النار إحنا شوفنا أمريكينا أن الرئيس بايدن والمسؤولين الأمريكان سرحوا أكثر من مرة أنهم في قرب التوصل إلى وقف الإطلاق النار في خطاع غزة وأنهم توصلوا إلى 90% يناخر كل هذا الكلام اللي هو مضيعة للوقت الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إذا أرادوا أن تضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الحرب وقف الحرب في خطاع غزة هيؤدي إلى الآتي وقف عمليات الحسين ضد الملاحة في البحر الأحمر وقف عمليات حزب الله ضد إسرائيل وقف خطر اتساع نطاق الحرب فهي مش مجرد أنها وقف في خطاع غزة فقط لأن المنطقة مرتبطة ببعضها طبعا وإحنا تبعنا خلال الفترة الأخيرة تواصل العدوان الإسرائيلي سواء بالنسبة في غزة والضفة وأخيرا طبعا في لبنان وبالتالي وفقا لما ذكرت لابد أن يكون هناك إصلاح للنظام الدولي لكي يكون أكثر فعالية والولايات المتحدة لها دور في هذا الصدد أشكرك جزيل الشكر السفير رخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا على هذه المشاركة يتشكل هيكل الأمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية أبرزها الجمعية العامة ومجلس الأمنة أيضا أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1945 بموجب ميثاق أممي المزيد مع ليلة عمر أهلا بكم الأمم المتحدة هي المحفل الأهم القادر على معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الدول الوطنية والتي لا يمكن لبلد منفرد أن يحلها وهذا يعود لكون الأمم المتحدة المنظمة العالمية المتفردة بتمثيل جميع دول العالم للأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية تشكل هيكلها وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة وتأسست جميعها في عام 1945 مع تأسيس الأمم المتحدة الجمعية العامة التي أنشئت في عام 1945 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة وتحتل الجمعية موقع الصدار بين تلك الأجهزة لأنها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة يتحمل مجلس الأمن المسئولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ولدى مجلس الأمن 15 عضوا وكل عضو لديه صوت واحد بموجب ميثاق الأمم المتحدة تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو الهيئة الرئيسية للتنسيق وسط عراض السياسات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا عندما وضع ميثاق الأمم المتحدة نظاما دوليا للوصاية أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقليم المشمولة بنظام الوصاية وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع مهوض بسكان الأقليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم أراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة الأمان العام للأمم المتحدة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم ويطلعوا بالأعمال اليومية المتنوعة للمنظمة وتتولى الأمانة العامة خدمة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها إذن فالأمم المتحدة تعد واحدة من أكبر وأشهر المنظمات منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية بكون الغاية الأسمى من تأسيسها هي المحافظة على السن والأمن الدوليين عن طريقة تخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام إضافة لتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المسواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة على قرى وبلدات بلبنان أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات استهدفت بعلبك ودوريس وبلدة البيزالية كما أغار أيضا على مدخل سور منطقة جل البحر وعلى بلدات معركة والحوش وعيت الشعب وشعت وأضافت أيضا أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مجددا على بعلبك وعلى منطقتها حيث تعرضت محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي للقصف وبلدة طاليا وأطراف شمستار قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حصيلة قتل الدربات الإسرائيلي لبنان منذ أمس بلغت 558 شخصا منهم 50 طفلا وأربع وتسعون امرأة أضاف الوزير أن العدوان الإسرائيلي أصفر كذلك عن 2835 جريح وزارة الصحة صارت مسجلة 558 شهيد بينهم 50 طفل وأربع وتسعين امرأة وهذا صراحة بنافي كل الكذب اللي كانوا عم بيقول هالعدو الإسرائيلي إنه كان عم يستهدف يعني القوات المقاتلة وكلام آخر حقيقة يعني للأسف الشديد نحن عم نشوف إنه غالبية العظمى إذا ما كل اللي سقطوا جراء الاعتداءات اللي صارت مبارح هن من العزل الآمنين اللي كانوا في منازرهم من الجرحة هناك 1835 جريح وعدد المستشفيات اللي شاركت باستقبال الجرحة مبارح باعتداءات البرحة كان 54 مستشفى كذلك الجدير بالذكر إنه البارح سقط من بين الشهداء اللي سقطوا هناك أربع شهداء من المسعفين من كشافة الرسالة واستهدفت 14 مركبة 14 سيارة إسعاف أو أطفائي وسقط كذلك من الفرق المسعفة أو من الإطفائيين 16 جريح وكذلك استهدف مركز عناتة الإسعافة ومركز آخر وبالإضافة اليوم كذلك استهدف مستشفى بنت جبال الحكوم هذا وقد تحولت مدارس في بيروت ومدينة صيدة إلى ملاجئ لنزحين جراء العضوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني اطرت العديد من العائلات لقضاء الليل في سياراتهم أو في الحضائق أو على طول شاطئ البحر تعذبنا كثير على الترقان لقدرنا وصلنا في ناس قريبين من أخواتي أخوات ماطن هموا على الشوار عبدنا حتى الآن مش ملايين مقوى يعني المدارس سكرت خلينا بيوتنا لأنه إسرائيل عم تضرب المدنيين وبتعتد عليهم ما عم تضرب أهداف عسكرية عم تضرب بس أهداف مدنية فقط هذا السبب أنه تركنا بيوتنا حفاظا على أولادنا وعلى أطفالنا أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من ثلاثين رحلة جوية من بيروت وإليها اليوم وأظهر الموقع أنه تم إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات التصعيد سيخفض التصعيد هكذا تعتقد إسرائيل أنها ستسيطر على الأوضاع في الشمال ولكن نظر الحرب تخيم على سماء المنطقة قرر التصعيد الخارج من مكاتب حكومة الاحتلال كلف المدنيين اللبنانيين نحو 500 ضحية ومئات الجرحة فضلا عن نزوح مئات الآلاف من العائلات القصف الجوي الإسرائيلي كان الأعنف على لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة ومع تكثيف الاحتلال لضرباته على الجنوب اللبناني ومناطق متفرقة من البقاع الغربي لوحت إسرائيل بتنفيذ عمليات برية في لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري إنه سيتم اتخاذه كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمالي إسرائيل في إشارة إلى ما وصفه رئيس حكوماته بتغيير التوازن الأمني في الشمال في المقابل أعلن حزب الله استهداف منشآت عسكرية شمالي الأراضي المحتلة صباح اليوم مضيفاً أن مقاتله قصف مطار مجيد العسكري الإسرائيلي غرب العفولة كما قصفه قاعدة ومطار راماد ديفيد وتصاعدت حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني منذ الأسبوع الماضي عقب سلسلة تفجيرات طالت الألاف من أجهزة تستخدمها عناصره في عملية نصبت إلى إسرائيل وتسببت بمقتل نحو تسعة وثلاثين شخصاً وإصابت ألفين وتسعمائة وواحد وثلاثين آخرين تصعيد كثيراً ما حذرت منه مصر ينظر بمزيد من التوترات والخراب في منطقة تأن بالصراعات حذرت صحيفة الستريت جون الإسرائيل من خطورة الدخول في حرب برية مع لبنان وأضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير تحليلي أن إسرائيل شنت هجمات مدمرة على حزب الله في الأيام الأخيرة بغارات جوية وانفجارات يتم التحكم فيها عن بعد مما وضع حزب الله في موقف دفاعية وأضافت أن حزب الله الذي يضرب بانتظام أهدافاً في إسرائيل منذ ما يقرب من عام احتفظ بترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة الهجوم الإسرائيلية حضر لبنان من أن مواطنيه يواجهون خطراً جسيماً مع احتدام المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قالت النائبة البرلمانية اللبنانية بهي الحريري في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف التصايد إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان على كافة المستويات الإنسانية والديبلوماسية والصحية والمعيشية والأمنية ومتابعة عمليات النزوح واستهداف الأحياء السكنية بعد المجدر التي طالت ما يزيد على ثلاثة آلاف من المواطنين اللبنانيين في بيروت والجنوب والبقع إن الشعب اللبناني في خطر شديد بعد تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية وتهديد السكينة المجتمعية وخصوصاً بعد أن طلب الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش عن القلق البالغ إذا استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان وتصعيد الوضع على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل وجدد جوتيرش دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وضمان عدم تعرضهم للخطر وأكد ضرورة طلاع كل الأطراف من مسؤوليتها التي تحثم ضمان سلامة وأمن جميع موظف الأمم المتحدة وأرصدتها مطالباً بالأطراف بإعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل والعودة فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة لاستقرار قال مسؤول سياسة الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأربية جوزاب بورا لأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يكاد يكون حرباً شاملة أشار بورال إلى أن الجهود المبذولة للحد من التوترات مستمرة لكن أسوأ مخاوف أوروبا بشأن انتشارها أصبحت حقيقة إن الكارثة مستمرة والتصعيد في لبنان خطير للغاية ومصير للقلق لقد كنت في لبنان قبل بضعة أيام قبل أن يصير انفجار أجهزة البجر واللاسلكي الرعب بين اللبنانيين أستطيع القول أننا على وشك الدخول في حرب شاملة كما قال بورال إن المدنيين يدفعون ثمناً ضاهظاً لما يحدث بين إسرائيل وحزب الله ونوها بورال إلى أن طريق نحو السلام يبدأ بخطوة واحدة وهي وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من الإشارات المصيرة للقلق أعتقد أننا ما زلنا نأمل ونعمل على وقف هذا التصعيد ولكن يجب أن أقول أن السيناريو الأسوأ بدأ يتحق وأسوأ التوقعات أصبحت حقيقة ونحن بحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط لأن التصعيد المستمر يشكل خطراً على المنطقة بأكملها والطريق نحو السلام يبدأ بخطوة واحدة وهي وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن حزب الله لا يمكنه البقاء بمفرده في مواجهة إسرائيل أشار أيضاً في مقابلة مع شبكة سي أن أن إلى أنه لا يمكن لحزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها بالإمدادات دول غربية وأوروبية والولايات المتحدة داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح بأن يصبح لبنان غزة أخرى ترجمة نانسي قنقر أعلنت السلطة الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفاً وأربعمائة وسبعة وستين شهيدة قالت السلطات إنها أحصت خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية إثني عشر شهيداً وثلاثة وأربعين مصاباً نقلوا إلى المستشفيات لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحة قد ارتفع إلى 95 ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوب يوصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم الذي يمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة غير عابئ بالقوانين الدولية وبمعايير الإنسانية كذلك لم تسلم الضفة الغربية من سيناريو مشابه يقترب في نتائجه من نتائج حرب الإبادة في غزة في اليوم 354 لحربها على غزة براً وبحراً وجواً بات جالياً أنه لا يوجد أي أفق حيال تغير سيناريو الأحداث الدموية لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عدوانها الغاشم على القطاع حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدداً من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الزيتون جنوب شرق غزة وأطلقت آلية الاحتلال النار على المنازل في حي تل الهوى والصبر بمدينة غزة وفي دير البلح وسط القطاع قصف الاحتلال مركبة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدداً من الفلسطينيين وبذلك يكون قطاع غزة قد فقد في مواجهة تلك الحرب الدامية أكثر من 41 ألف شهيد إضافة إلى 95 ألف إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض أما في الضفة الغربية أو ما تسعى إسرائيل لأن تجعلها غزة الجديدة فما زالت الجرافات الإسرائيلية تقوم بنبش أسفلت الطرقات في المدن الفلسطينية وما زالت القوات الإسرائيلية تنفذ مخطط مدهمتها واعتقالتها التي بدأتها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على المنطقة المحتلة بالضفة خاصة على مدن جنين وطول كارم ونابلس وتوباص إلى جانب مخيمات اللاجئين القريبة ترجمة نانسي قنقر شهد معبر روير رفح تناقصا كبيرا لعدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كارم أبو سالم محملة بمعومنات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها للعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التنكيل والتعنت المزيد مع الزميل محمد الخطي مراسل التلفزيون المصرية نعم مشاهدين الكرام نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام عبر رفح المصري لمتابعة حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كارم أبو سالم اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من حدة التعنت والتعسف الكبير ضد شاحنات المساعدات وعدد ما توجه إلى منفذ كارم أبو سالم حوالي 31 شاحنة قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 27 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ليصبح عدد إجمالي من المساعدات ثلاث شاحنات فقط وسمحت لأربع شاحنات تحمل سولار وخمس شاحنات تحمل غازة من قام بتفرير حمولاته إلى الآن فيما يخص الشاحنات التي تحمل محروقات حوالي أربع شاحنات فقط إذن نحن أمام مسلسل كبير من التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق أمس وأول أمس كان هناك تناقص شديد في عدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت رفض كل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية ومسلزمات للأطفال وملابس وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق على جانب الصعيد العسكري لازم نسمع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الشقيقية من الجانب الآخر من معبر رفح ونحن على مقربة يعني على أمطار قليلة من الجانب الآخر من معبر رفح المصري ربما هذه الانفجارات هي عبارة عن قذائف جوية تستهدف المربعات السكنية للأشقاء الفلسطينيين الذين نزحوا من منطقة شمال ووسط غزة إلى منطقة الجنوب هربا من الحرب الإسرائيلية يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من معبر رفح وأعود إليكم مرة أخرى أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة القاهرة تضمنت الجولة للمستشفى القبطي حيث تفقد أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية كما اطمأنا على الحالة الصحية للمرضى في رعاية المركزة هذا ووجه وزير الصحة بضرورة صيانة الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية كما استمع لأراء المرضى حول جودة الخدمة تفقد محافظ الجيزة عدل النجار عددا من مدارس أحياء العمرانية والدقي وجنوب الجيزة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بكافة الإدارة التعليمية وحرص المحافظ على تهنئة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد مشددا على مديري المدارس بضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج وتوافر الكتب الدراسية كان عندنا مرور على كافة المدارس سواء جديدة أو مدارس بيتم رفع كفائتها وده عشان نتأكد من سلامة المدارس إنشائيا وعشان نتأكد من رفع كفائتها والوصول لحالة مرضية لولادنا إنهم يمرسوا العمليات التعليمية وهي عملية طبعا مهمة جدا جدا إن شاء الله يكون عام دراسي موافق بالنسبة للجميع وسيد محافظ الحقيقة الفترة اللي فاتت دي مهتم اهتمام غير عادي بالنسبة لتجهيز المدارس بالنسبة لرفع الإجراءات حول المدارس كل رسالة الحقيقة والمدن الحقيقة والجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة متفاعلين جدا معنا وإن شاء الله يكون عام دراسي موافق افتتحت مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام دراسي الجديد بمعسكر تدريبي لطلاب يستهدف المعسكر تجهيز الطلبة للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة وتطوير مهارتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية والدكاء الاصطناعي دشن محافظ القاهرة إبراهيم صابر بالتعاون مع جامعة الأزهر مبادرة زراعة ألفي شجرة مثمرة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتأتي زراعة هذا العدد من الأشجار بجميع المحافظات لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتبلغ تكلفة مبادرة 100 مليون شجرة 3 مليارات جنيها وتستهدف نحو 9000 موقع بالمحافظات على مساحات تصل إلى أكثر من 6000 فدان لتكون غابات شجرية أو حضائق تعتمد على مياه الصرف المعالج المبادرة اللي بتقدمها جامعة الأزهر دي مبادرة رائدة أن هم يشتركوا معانا كمحافظة في أن هم نزرع ونزرع حوالي 3400 شجرة مسمرة طبعا محافظة القاهرة من المحافظات التاريخية الكبيرة وفيها تنسيق حضاري ومن ضمن أهداف التنسيق الحضاري التشجير والبيئة والحفاظ على البيئة هذه المبادرة نسعى دائما بشباب الجامعة وبأعضاه تدريس في الجامعة أن تستمر وهذا النشاط أو زراعة الأشجار المسمرة وغير المسمرة هي الرئة التي نتنفس منها جميعا لتنظيف الهواء والحفاظ على الشكل الحضاري لبلدنا الحبيب ترأس وزير السياحة والأتار شريف فتحي الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ تولي الوزير مهام منصبه وزيرا للسياحة والأتارة وذلك بمقر المتحف بالفصلات ناقش الاجتماع أليات تعزيز مزيد من الترويج للمتحف خاصة لقاعة المميوات الملكية الموجودة به والتي تعتبر أيقونة المتحف وذلك من خلال وضع منهج علمي وخطط ترويجية متكاملة ومبتكرة كما تمت مناقشة مقترح عمل بقات مجمعة للزيارة تضم زيارة المتحف وبعض المواقع الأخرى ضمن برنامج زيارة واحد صالة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية تناول هذا التقرير التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية وقدم خمس استراتيجيات مقترحة لمعالجة الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية كما أكد التقرير أن توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية مثل حافزا قويا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع وقع رئيس التنفيذي للهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ورئيسة مدلس إدارة شركة أكسلاند دي أند أن لدعاية والإعلان أتابع للشركة المتحدة للخدمة الإعلامية دين عبدالفتاح بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية للتوعية والتسويق والترويج للاستثمار في مصر شهدت توقيع رئيس تنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمر الفقي ومستشارة رئيس التنفيذي للهيئة لمياء مختار ونصر بروتوكول على تعاون الجانبين من أجل إبراز جهود الهيئة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر والتوعية بها والترويج لها وتسويقها محليا وأقليميا ودوليا لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن علاقة مصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعد نموذجا للشراكة التنموية المستدامة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزباكستان وقد أعرب الوزير عن تطلع مصر لضخ البنك المزيد من الاستثمارات الإضافية في مصر بالقطاعات ذات الأولوية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات الخضراء خاصة أتاق المتجددة أكد وزير العمل محمد جبران أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربية وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنفسيا وانفتاحا على العالم وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية وأشار الوزير إلى توجهات رئيس عبدالفتاح السيسي داعم أيضا لترسيخ تقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية كما أشار إلى موقف مصر الثابة تجاه الحق الفلسطينية في تحرير الأرض وتقرير المصيرة ومواجهة ممارسات الاحتلال استقبل وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على فاروق ووزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي لبحث تعزيز التعاون وتنصيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة عقد الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وعمليات الإنتاج والتوزيع وسبل تشجيع هذه الصناعة والتوسع فيها وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وينعكس على نمو الصادرات إلى الأسواق الخارجية قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية التروة الحيوانية والدجنة بتوفير وضخ كميات من البيض بأسعار مخفضة لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد يأتي ذلك في إطار توجهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على فاروق لأجهزة الوزارة وهيئتها المختلفة وذلك بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية التي تركز على جودة الحياة وفي سياق متصل أطلقت وزارة الزراعة منافدها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبايع السلع الغدائية الأساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية ينتظر الكثيرون كل عام موسم السمك الجوابي أو الشبار المبطرخ الذي يظل الوجبة المفضلة لهم خاصة لأهالي ضمياط تشتهر مدينة السر بمحافظة ضمياط بتصنيع الجوابي والجوبية لها عدة أعين تدخل منها السمكة ولكن عندما تحاول الخروج منها لا تستطيع فمعظم البيوت يتم فيها هذه الصناعة ويعمل فيها الرجال والنساء جنبا إلى جنب شبار الجوابي اسم مشهور في قرى ومدن دمياط يشير إلى سمك الشبار الذي يتم استياضه بالجوبية التي يتم وضعها في المياه من الصباح حتى صباح يوم التالي الشبار الجومية بيتطلب في دمياط غير بيأكله غير سمك الغازل ومطلوب في دمياط وموزات أما يكون مطرخ وفيه بنجيب بوري وبنجيب طمار وعصفر كان يوجد كنت صباح وجه على بالجولbaby ويمك في انه أنه السابع وإضافةCTOR زبان يقولو a 윤 daharg يقولبها شبار جدا لأنه شبار رائد وشهرت مدينة السر بمحافظة دمياط بتصنيع الجوابي والجوبية عبارة عن مصيضة لها عدة أعين تدخل منها السمكة ولكنها عندما تحاول الخروج لا تستطيع فمعظم البيوت يتم فيها هذه الصناعة يعمل فيها الرجال والنساء جنبا إلى جنبه وتميزت مدينة السر بصناعة الجواب الملونة التي تصلح لجميع حالات المياه الطينية أو الصافية لكي تراها الأسماك والقشريات التي تعيش في مياه نهر النيل العذبة أنا شغال في المينة ديتي من زمان ورصة أبا عن جد المينة ديتي فتح بيوت ناس كثير في البلد مثلا بنصنعها هنا في البلد من ودي للناس عندنا مثلا أكتر الناس الحريم في بيوتهم بيشتغلوا المهنة دي فتحين بيوتهم رزق يعني هي بقى أنواع فيها منها حرير جوابي حرير وفيه جواب نيلون شعر ففيها كم نوع من هذه الصنع يعني كل الضميطة أكيد بيحبوا الشبار الجوابي لأن كلنا تربنا على أصلا أحنا كل الضميطة يعني عرف السمك اللي هو بيطلع من المياه أحنا تعودنا على السمك ولتناول سمك الشبار تقص لا يتغير يبدأ من الشواء في فرن بلدي ثم تمليحه وعصر الليمون عليه وتقديمه بجوار الأرز الأبيض والسلطات دوما ما يتحدث أهالي دمياط عن شبار الجوابي بكل فخرة فهو من الوجبات الأساسية في البيت الدمياطي تتناوله كل الأجيال برغم صغار حجمه خاصة شبار الموسم الذي يبدأ في شهر مارس حتى أواخر مايو ومن منتصف سبتمبر حتى بداية فصل الشتاء تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيقة الذي اتسمت أدواره بالتميز والبقى فيكفي أن تذكر اسم عزيز الجباني لتتوال عليك أحداث مسلسل رأفة الهجان بكل تفاصيله وجماله المميزة توفي وفيق في عام 2015 تاركا خلفه عددا من الأعمال المحفورة بذكرة الجمهور ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يستعمل استراتيجية التنمية في جنوب سيناء ويوجه برفع كفاءة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة على وقع أزمات وحروب وتعديات عدة انطلقوا الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حصيلة ضحية العضوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز 500 وسط موجات نزوح واسعة من الجنوب إلى البيروت والصيبة ختم نشرة الثالثة أعطتكم من التلفزيون المصرية تحية لكم وإلى لقاء